مشروعة مش هيكلفك أكتر من 5000 جنيه بس وأرباحه خيالية كمان المشروع ده من البيت يعني مش هيعطلك ولا أي حاجة وغير كده إنه مطلوب طول السنة يعني مش هتخسر أي حاجة إيه بقى تفاصيل المشروع ده؟ أرباحه قد إيه؟ إزاي تكسب منه أكبر مبلغ ممكن؟ وتعمل إيه علشان توفر في تكلفة المشروع؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض الفيديو النهاردة كل واحد فينا نفسه يفتح مشروع ويبقى عنده البزنس الخاص بيه ويبعد بقى عن روتين الوظيفة ومرتبها اللي مبقاش بيكفي لنهاية الشهر لكن بتقف قدامه بقى بعض العواقب أولها رأس مال المشروع وتاني حاجة فكرة مشروع مضمون يجيب أرباح عشان كده أنا هقولك في الفيديو ده على مشروع حلو جداً وتقدر تفتحه بأقل رأس مال وفي نفس الوقت مشروع أرباحه مضمونة 100% إيه بقى التفاصيل؟ حسب الدكتور أحمد البحيري أستاذ إدارة الأعمال بجامعة المنصورة قال إن فكرة مشروع المخللات يعتبر من أحسن المشاريع الغير مكلفة خالص هو مشروع منزلي مش هيكلف صاحبه أكتر من 5000 جنيه تقريباً عشان تقدر توفر كمية كفاية من الخضار والملح وده علشان تأسس المشروع غير إنه مش محتاج جهد كبير في تنفيذه لكن لازم يكون عندك دراية بفنون التسويق عشان تنجح في تصريف المنتجات زي من مميزات المشروع ده بقى إنك ممكن تخزن كمية كبيرة منه من غير ما يبوز يعني مفيش خسائر للمشروع ده عكس مشروعات تنية كتير البضايع فيها بتبوز وفي وقت معين بالإضافة إن المخللات مطلوبة طول السنة تقريباً يعني هو ملوش موسم معين من مميزاته كمان إنه معتمد على تنوع الخضار وده بيخليك تشتغل طول السنة من غير ما تتأثر بموسم خضار معين أما بقى بالنسبة للأرباح فمن المتوقع إنه يوصل لأربعين في المية من إجمال التكلفة بس بقى عشان تكسب أكتر من المشروع ده البحيري قدم بعض النصاح وقال ازرع المنتجات بنفسك عن طريق استغلال سطح المنزل في صراعة الجزر والخيار واللفت وغيرها من الخضروات علشان تقدر تستخدمه في المشروع ده وكده يبقى أنت وفرت نصف التكلفة الفعليا للمشروع تاني حاجة بقى اعمل علامتك المميزة يعني أي صاحب مشروع صغير لازم يكون عنده ميزة بتميزه هو عن غيره لأن الزبون مش هيجي لك لما يكون منتجاتك فيها شيء مميز عن التاني زي مثلاً إن سعرك أقل أو منتجاتك جودتها أحسن وطبعاً لازم تهتم بالتزيين وطريق التقديم المنتجات لأن العين بتشتري قبل الإيد عشان كده لازم تجذب زباينك بطريق التقديم منتجاتك انت كمان ممكن تعمل مشروع إنتاج المواد الغذائية زي الزبادي، المربة، المخبوزات وغيرها من الأغذية اللي الزبائن بيلجأوا ليها أول ما يعرفوا إنها بيتي أو مصنوعة في المنزل عشان طبعاً يدمنوا خلوها من المواد الصناعية الضرة ومكسبات الطعم أو ممكن تعمل مثلاً مشروع تربية الدواجن اللي بيعتبر من أشهر المشروعات البسيطة الموجودة في كل بيت في الريف لضمان المكسب ولو أنت بقى معك دبلوم صنايع وليك في الأجهزة والتليفونات فأنت ممكن تعمل مشروع صيانة الهواتف المحمولة أو الأجهزة كهربائية من البيت ومش هيكون مكلف وأربحه كمان مضمونة في دلوقتي قولينا إيه أحسن مشروع اقتنعت بي وممكن تعمله في البيت